المهندس المعمرية المهندس 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 الشرشف ومثل الشاندوليه ومثل هالأمور هي أصلا بتقول ناتالي أنه أنا بحب مش أنه بتحب العجقة بس بتحب أنه تحط الأكسسوارات يلي بيجوها كادو أو يلي بتحب تفرجينها يهن بتحب تعرضن نحن ما رح نلغيهم أكيد أنا ما رح إلغي هذا الموضوع لأنه هيدا المودة فيه تبعا وهي هيك بتحب بس رح ننظم هيدا ما رح نسميها الفوضى كمان رح نقول رح ننظم هالعجقة تتظل موجودة بطريقة حلوة ونحن دايما نشوفها وناتالي تقشع على الأكسسوار يلي حبتن بس بطريقة طريقة منظمة أكتر فرجينا بعد على الشاشة هلأ حنشوف ديتاي الكنابية رح نقرب عليها أكتر نشوف الكسنات نشوف هيدا الكنابية بالقماش يلي كانت يعني فيه عرق وفيه وكل شي بس تعب وصار باهت أكيد من الشمس وصار لازم أنه يتغير هيدا اللقماش أنا بالنسبة للبادي تبع الكنابية إذا نحن اشتغلنا فيها وشوي خففنا من سفنج الإيدين شوي من سفنج الظهر بس خلينا على طول أنه يكون فيه كسنات لو أتبعنا نقعد يكون عندنا مسند نقدر نقعد على هالكنابية قدرين نعمل هيدا الشي من دون ما نخسر البادي كله تبع الكنابية هيك نتالي ما بتخسر قطع من سالونا كلهم بالعكس منرجع من نجدهم نعطيهم حيات نعطيهم كالورينج تاني وشوية هيك بهار وملح يلي هنا الكسنات والألوان بس هلأ بدنا نبلش نشوف على الشاشة كيف اقترحنا على نتالي الألوان يلي بدأت تشتغل فيها إذا منتطلع هلأ منشوف السالون يلي هو نفسه كيف نحنا خففنا من الإيدين شلنا هالسفنج كله يلي عامل الكونتورينج تركنا بس السكولات يعني الهيكل الأساسي الخشب ورجعنا دخلنا الاسفنج أكيد على الهيكل الخشب بس من دون ما نعمل لفة لقماش يلي كانت معمولة بالوقت كديزاين لهيد السوفا معناتها نحنا مكبينيها استعملنا الخشب والخشب كان كتير منيح والسفنج قادرين نحنا نجده بهذه الطريقة زبنا لها كسنات حطينا لها ألوان حطينا لها البلو اللي هي بدأيه وإذا منتطلع وراء الكنابية إذا فينا نفوت نزوم عليها شوية نقرب وراء الكنابية منشوف البرادة هولي البرادة نفسهم يلي عنده يهم نتالي يلي كانوا محتوطين بطريقة كلاسيك فعننا الفوال وعننا البردية الريدو يعني عنا لقماشة وعننا الفوال الترانسبيرنت الفوال تركناه على حاله استعملناه وحطيناه على سلايدنج بانيل بنسميه جابينيز سلايدنج بانيل هيدا بيجي أكسسوار بيجي من الألومنيوم الخفيف ومنشد عليه القماش فإذا شدينا القماشتين يلي كانوا الريدو يلي هي من الحرير الأزرق اللي كان عنده يه تم نخسره وخلينا الفوال وراء تيدل فيه ترانسبرانس هون شو عملنا؟ خلينا القماش أكيد عملنا ديزاين ورا الصوفة عملناه لها فساد للصوفة صارت الصوفة فيه وراها متل لوحة لأنه بالبرادة اخترعنا هيدا اللوحة وأكيد زدنا البلانت بالزاوية الحيط يلي فيه الكرستين يلي إلنا نحنا بدنا نحافظ عليهم تركناهن دهنناهن كل شي عملنا إنه نجدناهن لون فاتح هلأ وراهن دخلناه للبابيبان الريي يلي فيه دهبة يعني خفيف مع الباج هول الألوان بيلبقوا ببيتها وهي هول الألوان بتحبون وعم نقترح عليها إذا بتحط تابلو بيكون فورم ليبر ما يكون ريجيد يعني ما يكون هيك كتير ريكتانجل أو كارير يكون قاسي التابلو بالعكس خلي يكون فيه حركة مثل هالتابلو يلي عم نقترحوا عليها وأكيد موجود هيدا وكتير هلأ يعني على الموضة بس كمانا ما بنزهق منه بعد فترة مشين هيك قدرين نحنا نشتغل بالفساد يلي ناطالي كانت عطلاني هاما وكانت حطة فيها تابلو قبل فيه كالرز ما بيشبهوا البيت اللي عمل ليه أنه لغينا طولة النص لغينا طولة النص لأنه بفتكر أنه هيدك الطولة ياسا مش بس أنه مودالة ما حقول دارج ولا مش دارج لأنه بالانتيرير أو بالاركيتكتر البيت بده يشبهني بده حب أغراضي مش معناته إذا بجيب شي على الموضة هيدا الطولة اللي اقترحناها هي طولة من خشب الجوز لأنه قادرين ندخل هيدا اللون عندها دي جان بلش عندها بكادر باب السالون عملناها مع حجر من فوق لأنه تنضلنا بالمود يلي كان البيت مبلش فيه حطينا حجرة فيها شوية رلياف تيكون فيه شوية ضلنا قريبة من الكلاسيكة يلي ما بدي أقطش على الآخر خلينا نشوف الصورة يلي بعدها لنشوف الكورنرز اللي حدها ونشوف كيف فات البيت كله ببعده مع الألوان مع كيف قلنا شو بنا نعمل بالباب وهيك الصورة يلي حنشوفها هلأ كيف شلنا باب المدخل يلي بفوتنا على السالون وفوتنا محله هالكادر الخشب حد الكوان يلي بالكادر الخشب يلي عملناها بدنا نفوت مننا على السالون في حد الكوان يلي كانت فيها السابان دونوال أو السابان طبع باك اقترحنا أنه ينعمل كورنر هوني بركة تكون بار أو محل السيرفيس إذا حدا عندها عزيمة أو شي قادرة تعمل السيرفيس هوني وتضيف العالم يلي بيكونوا عندها السالون الكحلية يلي عم نشوفه هو السالون الموجود أساسا يعني هيدا الكنابية نحن مدقرناها بس الكرستان يلي معها قوينا لون الكحلية يلي فيون ونجدنا هون وفي شقفة الحيط العمود يلي يلي مبيني حد الكنابية الكحلية كمان لبسناها خشب لأنه إذا ما عملنا هيدا التوتش الصغيرة من الدكار بهيدا البيت رح يضل ما فيه إيدانتيتي يعني ما فيه هوية قبل كانت خالطة كل شي مع بعضه بس مش نهك نمتعبها لأنه ما فيه محلات ما أنه محدد وين مبلش الحيط ووين بيخلص بهيدا التوتش الصغيرة بفتكر حولنا البيت كله وبعد صور رح تبين معنا رح نشوف طاولة الصفرة شو صار فيها وكيف غيرنا ألوانها هون رح نشوف بعد الكنبية من تاني ميلة أو نشوف الكواني اللي فيها البار والكنبية التانية ما عملنا شي بهيدا الحيط إلا بس أنه زدنا بابيابان عملنا نوعين من البابيابان ريية وصيدة تالبابيابان هو اللي يعمل التابلو يعني أنا ماني عايزي روح أشتري تابلو وحط رقم كتير كبير يمكن بيشتغل الحيط كله بشوية بابيابان بيعمل فرق كتير وشو المهم فيه للبابيابان أنه كل شي بحطه قدامه مثل كنابية أو كرسي أو حيال لمابل بيبين أكتر يعني بكون عتيته كاركتير أكتر إذا الحيط بقي فاضي مع هيدا الستايل من البيوت منظلنا حيثين أنه بنزيد عليه أكسسوار ساعة تابلو ساعة لامبادار ساعة حدو هيك ساعة حدو هيك بينما إذا اشتغلت الفساد بهذه الطريقة واشتغلت بهذه الطريقة الوالبيبر ساعة الإسباس طبعي كتير منشوف الصورة يلي بعدها كمان منشوف الكورنر من تاني ميلة رح نبقى أوكي هيدا الصورة التانية عم نشوف كل الأنجلز هون ليه أنا عم ضوعة هيدول الأنجلز عم برجع أقول من بعد ما حطينا البابيابان كله عطيناها كمان فكرة تانية فيها تدخل تابلو بس يكونوا ألوانه بيشبهوا الكوستنات يلي عاديين على الكنابية وإذا عم نطلع سوى بالبرسبكتف شفنا أنه هون البابيابان يلي حطيناه هو زيته يلي حطيناه مع الكرسين تاني ميلة يعني الربال عطول موجود ما اشتغل بابيابان بحيط واحد وقطش هيك لا لازم يكون بمحل تاني فيه إلو ربال وبالكوان هيدا عم نشوف كيف البرادة كفوا الحيط يعني الزاوية كلها صارت مليانة ما بقى عند حيط مشغول وحيط تاني فاضي كيف عملنا البرادة مع البابيابان بهالطريقة الريكتانجولار هيك بالطول منذ ما يكون فيهم تفاصيل كلاسيكية كفت الفساد كلها مع بعضها وزدنا أكيد بلانت بالزاوية والغينا طولة الزاوية اللي هي كانت حطتها لأنه ما بقى عايزتها صارت الطولة الكارية اللي كبيرة عم تقدر تعمل سيرفيس لكل هالسالون يعني مرات كتير نحن منحط أكسسوار مثل الطولة وطولة زاوية والانقدار وغراض وهيك كرميلتا نقول إذا حدا معه فنجان قهوة بيقدر يحطه هون على اليمين أو على الشمال ماني عايزة هلأ أدعم ولأنه إذا الكنابيات هني محطتين بفورم مثل ما نحن شفنا من شوي والطولة كبيرة كارية عم تعمل سيرفيس لهالسالون كله ماني عايزة أبدا اتكلف على أكسسوار تاني ما حيفيدني بالعكس هحس أنه عندي كتير غراض وبنتعبني الاسباس ومش عارفة ليه وهيدا هو الجواب مشان هيك نحن بيكون الانتريور طبعا ما نمريحنا هلأ الصورة اللي حنشوفها راح نشوف شو عملنا بطولة الصفرة لناتالي وكيف خففنا من هالتقل يلي كان معبل فساد كله خلينا نشوف سوا كيف هيدا الطولة نفسها عم نفتكر إذا بتدهنها باللون الباج مش الأبيض لأنه هيدا البيت ما بيلبق له الأبيض بدي ضل نضمن الكلاسيك التتش الصغيرة معناتها الباج أو لون اللولو يلي بيندهن على هيدا الطولة لأنه هي أصلا مدهونة بويا يعني ما فيها خشب مبين مسامه أو قشرة الكراسي بس عم بقترح إذا فينا نغيرهم الباب كيبا مثل ما قلنا متفعة هيدول الحيطان هلأ الادرسواري اللي هي كان عندها هو كان معمول شقفتان يعني كان عنده باز من تحت وفيترين من فوق أنا اللي عم أقوله خلي الباز من تحت كمانا مندهنه لون الباج ومنحط مريات على كل الحيط الكبير كرميلنا نوسع الإسباس أكتر وإذا بدنا نزيد إليمانات حسب البجات طبعا طالي قدرين نزيدهم على اليمين وعلى الشمال لأنه المريات هون رح يوسعوا الدنيا كلها والبيت كله رح يصير بغير بفتكر بغير كوكب إن شاء الله ناطالي تكون حبت النتيجة وحبت كيف نحنا عم نقترح عليها خصوصي أنه هي وقتها بعتت لي قالت لي عندها بيجي صغير بدأت تشتغل فيه هون البيجي ما رح يكون كتير كبير لأنه عم نشتغله مثل العادة بطريقة زكية وصدقوني أنه مانه كتير كبير لأنه بالماتيري اللي أنا عم ضوي عليها ولازم نكون حاطين البيجي المزبوط قدرت تعملي البيت وتعمليه على كذا فاز وتكوني مرتاحة فيه شو ما عندكم قصص بدكم تبعتولنا إياها كل نهار جمعة نحن عنا بفورز وافترز ومرضة كتير عم نمر بفورز وافترز مثل اليوم قبل نهار الجمعة لأنه عم بيكون عنا كتير طلب على الإنستغرام طبعي اللي بيبين على الشاشة وعلى الفيسبوك على المورنينج توك وعلى البي سي آي شكرا لألك هانادي دايما هيك بتمتعينا بالتبس اللي بتعطيهم لكل المشاهدين اللي عبالهم هيك يضيفوا لمسي أو حتى يغيروا تقريبا كل ستايل بيتهم نتمنى يكونوا عم يستفيدوا أكيد وأنا ماما بتنترك دايما بلك هذا الشي يلا عبالما نحن كمان هيك نعطيك التغيرين لنا شوي شكرا للمشاهدة